لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون عباد الله كتاب الله عزنا وذكرنا وشرفنا متى أضعناه ضعنا وذللنا فهل لا تدبرنا الحاكم العبيدي الرافضي الباطني الزنديق ادعى الألوهية وصدر رسائله باسم الحاكم الرحمن الرحيم وجمع الناس في يوم صائف شديد حر كثيرة ذبانه وأغراهم بالمال ليقروه على زندقته جعل الذباب يسقط على وجهه ويذب عنه فيعود إليه فقام شاب في وسط الجموع قد أخذته الغيرة لله ورفع صوته بقول الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسربهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره قالها والكل محتاج لها حاجة الضمآن للماء الزلال وإذا الشيء أتى في وقته زاد في العين جمالا لجماله وكأن الآية تتنزل في الحال على الجموع فثارت عليه حتى سقط من على سريره وأخذته حاشيته مهانا إلى قصره ثم بدأ يسعى في استجلاب ذلك الشاب ويكرمه حتى أمنا والمؤمن غر كما قيل ثم طلب منه أن يوصل رسالة إلى جهة في جزيرة من جزائر البحر وأوعز إلى قادة المركب إذا توصدتم به البحر فألقوه فيه ليكون طعاما لدواب البحر ومضوا به وفي البحر ألقوه وحاله بغض الخضوع لغير الله أنطقني وبيع نفسي بما ليست له ثمن إني وزنت الذي يبقى ليعدي له ما ليس يبقى فلا والله متزن ولقي الله فيما يحسب على شهادة فالغريق شهيد وخير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه وأمره فقتله رآه أحدهم بعدها في منامه يقول ما قصر صاحب السفينة لقد أرسى بي على باب الجنة قول به ينسى المحب حبيبه والغائب المشتاق يوم إيابه ليتدبروا آياته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر